اهلا بكم مشاهدين وفي حصادنا لهذه الليلة نبدأه بالعناوين ضمن فعاليات احياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر الاف المعزين يتوافدون صوب موقع الجريمة وزيرة الصحة تطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي وتحدد الفئات المشمولة اذا المشاهدين وضمن فعاليات استذكار قادة النصر نظم الالاف من المواطنين اليوم الاثنين وقفة احتجاجية بالذكرى الثالثة لاختيال نائب رئيس هيئة الحجد الشعبي ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني ورفاقهما في موقع الجريمة النكرا حضور مهيب ونشاطات متعددة كلها تنتهي بعظم الاثر الذي تركه القائدان الشهيدان في مسيرتهما فالملحم التي قدماها كتبها التاريخ باحرف من ذهب بعدان عجزت قوى الاستكبار عن مواجهتهما ولم تنل منهم الا بالعملية الغادرة قرب مطار بغداد الدولي وما هذه الاحتفاءات الى ردين ووفاء للتضحيات الجسام التي بذلت غير ان حرقة القلوب لا يمكن ان تشفى الا بالخروج الكامل للقوات الاجنبية من البلاد وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة اما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين وبعد طول ترقب لتنفيذ قرار الضمان الصحي بغية رفع التكاليف الباهضة عن كاهل المريض الذي له مدخول شهر محدد ومساعدته بتكفل جزء من متطلباته الصحية وبحسب تصريح وزير الصحة اليوم في المؤتمر الخاص باطلاق الاستمارة الالكترونية بان المواطن سيكون عليه جزء بسيط من تكاليف علاجه في القطاع الصحي تتمثل بنسبة 25% فقط والباقي تتحمله الدولة بتوفير ما يحتاجه وبالتالي هذا القرار ممكن ان يصهم بعدم السفر الى الخارج من اجل تلقي العلاج وذلك بتوفير كوادر طبية ذات كفاءة في تقديم الخدمات والعلاج المناسب للمريض اهلا بكم مرة اخرى مشاهدين والحديث اكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام بصوت وصورة بغداد المعاونة لداري في معاونية العمليات في الحجد الشعبي الشيخ ابو عقيل الكاظمي اهلا بكم ابو عقيل وكذلك ترحيب بعضو شبكة الهدف للتحليل السياسي الاستاذ حسيان الكناني اهلا بكم استاذ حسيان وايضا بعد قليل سينضمنا مباشرة بصوت والصورة من موقع الجريمة والفعالية والتجمع المقام هناك في مطار بغداد الدولي الزميل علي حبيب ونبدأ معكم شيخ ابو عقيل اهلا بك واحر التعزي لكم بهذه الذكرى الاليمة واودا تحدثنا عن ما الذي تمثله هذه الذكرى وهذه الفعاليات وخصوصا التجمع الان في مطار بغداد الدولي في موقع جريمة المطار بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله جورنا واجوركم بهذه الذكرى الاليمة بلا شك تشكل هذه الذكرى وهذا الاحياء صورة ناصعة لامتداد هذه الدماء الى دماء سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين صلى الله عليه وسلم عليه فهذه الوقفة وهذا الحضور الجماهيري الذي شهدناه من اول يوم في تشييع الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج بمهدي المهدس ورفاقهم الثمانية طبعا كان تشييعا مهيبا سواء في الجمهور الاسلامي او في العراق وكان الحضور الباهر للشعب الاراقي الذي اثبت ولائه الى الوطن ومن دافع عن الوطن بلا شك هذه الذكرى الثالثة نعم تظهر الرسالة الواضحة لقاتلي الشهداء الامريكان ومن لف لفهم ومن عاونهم ترسل اليهم هذه الرسالة ان الجماهير في الميدان وان مقاتلي الحجز الشعبي في الميدان ومحبي الوطن والسائرين وكل الاحرار في العالم سيكونون لهم ندا ويكونون سيأخذون الثارة منهم ان شاء الله تعالى رحب بك مرة اخرى استاذ حسين واود يعني ان اسألك عن هذا الزخم الجماهيري الكبير الذي شهدناه طيلة الايام الماضية واليوم ومن المتوقع الايام القادمة ايضا باحياء هذه الذكرى جريمة اغتيال قادة النصر ما الذي يعني هذا الزخم الكبير هذه الفعاليات الكبيرة والمتعددة بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب الجلل والذكرى العليمة على قلوب المسلمين في العراق وفي العالم وبالتالي تحية اخرى لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام لا رأيب ان مسألة احياء شعائر ذكرى هذا المصاب وهذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها الادارة الامريكية والجيش الامريكي هو يمثل المشاعر والحاسيس الصادقة للشعب العراقي والعلاقة المتينة التي تربط الشعب العراقي بقياداته سواء هذه القيادات على مستوى الحج الشعبي او فصائل المقاومة او حتى على مستوى المرجعيات الدينية وبالتالي استمرار زخم هذه العلاقة وهذه التظاهرات واحياها بهذه الصورة مع هذه الاجواء الباردة وتحمل العناء والبقاء لساعات طويلة في هذه الاجواء الباردة قطعا يمثل رسالة واضحة للادارة الامريكية ومن ارتكب هذه الجريمة ومن قدم لهم المساعدات في حينها وفي ساعتها رسالة على انهم ارتكبوا جرما كبيرا واستهانوا بمشاعر العراقيين ومعتقداتهم وبالتالي سوف تستمر وسوف تكون هناك المزيد من هذه الفعاليات سواء على مستوى الوقفات الاحتجاجية او على مستوى التظاهرات وبأي صورة وبأي شكل من الاشكال يعتبر رسالة تهديد انه لا بقى لمن ارتكب هذه الجريمة سواء كان من قبل الجيش الامريكي او من عملائه سواء في جهاز المخابرات او غيرهم من من قدم لهم المساعدة في نهاية المضاف سوف تنتصر هذه الدماء وتزيح هؤلاء الاعداء من الساحة العراقية سواء كانوا الجيش الامريكي او غيرهم طيب استاذ حسين تركزت على قضية يعني من قام بهذه الجريمة المجرم وكذلك اعوانه طيب حد الان لم يتم محاسبة او مقاضات من قام بالجريمة لكن اعوانه من تعاون وشارك في هذه الجريمة هل يمكن ان نشهد بالمستقبل محاسبتهم اركان الجريمة واضحة وفاعل الجريمة ايضا معلوم وبالتالي عدم قدرة الوصول الى رأس المنفذ وهو الرئيس الامريكي لا يعني بالضرورة عدم ادانة البقية الرئيس وزير الخارجية الامريكي ذكر ان هناك ضباط من قبل المخابرات العراقية كانوا ضمن الفريق الموجود في المطار هو من قدم بعض المساعدات وبالتالي هذه اعتراف واضح من قبل الوزير الخارجية الامريكي على ان هناك من قدم لهم مساعدات على الحكومة العراقية ان تقيم هذه المحاكم وتقوم بعملية ادانة ومحاكمة كل المتورطين ولديهم معلومات كثيرة لكن المانح هو النفوذ الامريكي في العراق والتأثير الكبير على الساسة وعلى الجهات المنفذة يعني الجهات التشريعية والتنفيذية على حد سواء هم يحاولون ان لا تثار هذه القضية وان لا تحاكم حتى لو كانت محاكم صورية وحتى مسألة الاعلام والحديث عن هذه الجريمة هو محظور من قبل الادارة الامريكية لانه كشف هذه الجرائم وكشفها بهذه الصورة يفضح الجانب الامريكي وعملائه ومريديه ومن هنا نحن نصر حقيقة على ضرورة ان تقوم الحكومة العراقية والقضاء العراقي باقامة هذه المحاكم وايضا متابعة على مستوى الدولي الكل يعرف ان هناك انتهاكات ومخالفات واضحة من قبل الجيش الامريك ارتكبت بحق العراق وسيادته تم اغتيال ارتكاب جريمة في مطار بغداد الدولي ومن المفترض ان تكون هناك قوانين حامية للضيوف الوافدين خصوصا اذا كان بصورة رسمية كل هذه المخالفات ادامة الادارة الامريكية مع الاعتراف الصريح بمن ارتكب ومن قدم هذه لا تحتاج الى مزيد مؤونة وانما تحتاج الى ارادة حقيقية من قبل المسؤول العراقي شيخ ابو عقيل تحول موقع الجريمة الى مزار لاستذكار مسيرة ورسالة وتضحية قادة النصر هل يعتبر اكبر رد على ارادة الاستكبار وفشلها بمحو ارادة الاحرار طبعا انا اشير الى ما ذكر الاستاذ حسين الله يحوظه واعرج على جواب على سؤالك طبعا الشهيدين العزيزين حاج قاسم وحاج عبو مهدي اخذوا ثأرهم قبل استشهادهم طبعا لنا واجبنا في اخذ الثأر ان شاء الله كما نريد ومتى ما نريد ولكن هما اولا قاتل الاحتلال منذ اول يوم في العراق وكان للشهيد الحاج عبو مهدي المهندس الدور الفاعل في دعم وتأسيس وهندسة العمليات ضد الاحتلال واشبعوهم قتلا وخوفا ودعرا حتى اخرجوهم من العراق الاخراج الرسمي وهكذا الحاج قاسم كان دائما ودائما وله اخذ ثأره في كل العالم من الامريكان تصور لو قلنا مثلا دواعش اليوم قتلوا مثلا القائد الفلان هل نثأر له مثلا نحن اخذنا اثارنا وانتصلنا عليهم هذا اولا وان شاء الله يأخذ مجراه المحكمة والله تبارك وتعالى ان شاء الله في الوقت المناسب سوف ينزل القصاص العادل على هؤلاء المجرمين حتما وان شاء الله تعالى شخص بعقيل كانت الكثير من الردود الكبيرة والمهمة ايضا اذا هذه الجريمة ومن قام بها منها قرار البرلمان بخراج القوات الامريكية والارادة الشعبية بخراج القوات الامريكية لكن حتى الان توجد جزء من هذه القوات هل يمكن اخراجها الوجود الاجنبية والامريكية تحديدا نهائيا من البلاد طبعا انتوا تدرون يعني اكو ناس ضعاف في النفوس في العراق موجودين يعني واذناب امريكا موجودين وعبيد امريكا موجودين ويروجون لهذا لهذه الثقافة الثقافة العبودية لامريكا ثقافة الذل لامريكا في حين لسنا بحاجة الى هذه القوات القوات الحقيقة هي من دعمت الدواعش باعتراف وزيرة الخارجية السابقة باعتراف هي من امريكا من اسست القاعدة وانتشرت منها داعش ورأينا ولدينا الادلة التي لمسناها لمس اليد ورأي العين ان كيف امريكا كانوا يدعمون من الدواعش من خلال طائراتهم من خلال المواد الغذائية التي ترسل لهم ومن خلال المعلومات التي ومن الطبيعي اصلا هم قتلوا الحاجة ومهدي الذي خيب امالهم وايقظ احلامهم الزائفة الحاجة ومهدي انتقموا لهذه انه خيبوا كل تلك الافكار والخطط التي اتوا بالدواعش الى العراق والى المنطقة طيب قادة النصر الشهداء ومن كان معهم وكل من يسير على خط المقاومة يتوقع بل ربما يأمل الشهادة في هذا الحال هل فعلا الجريمة انعكست سلبا على المجرم بلا شك يعني نحن كلنا نشهد والعالم والتاريخ يشهد ان الحسين سلام الله عليه هو المنتصر الحقيقي ومع كل تلك الفجيعة التي المت بآل رسول الله وهم بتلك المنزلة العالية وهكذا دم الشهيدين الحاج قاسم والحاج ابو مهدي ورفاقهم وكل شهداء الحشد وشهداء العراق وكل الشهداء بلا شك هم هذه اللحظة التي كانوا ينتظرونها طويلة وكان كثيرا ما يصرح بذلك الشهيد قاسم سليماني قدس الله روحه الزكية لطالما انتظر هذه اللحظة ويا لها من لحظة فخر له ان يكون على يد ارض لخلق الله وهو المعتوه ترامب وكانت هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى ان وهبها الحاج قاسم الحاج ابو مهدي وهذه المنزلة بلا شك الدم سينتصر على السيف هؤلاء لانهم باطل ولان الباطل لا وجود له امام الله تبارك وتعالى نحن اوينا الى ركم شديد لله سبحانه وتعالى الذي قال وَلَنْ يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ونحن انبرينا والحاج قاسم والحاج ابو مهدي النموذج الحقيقي والاظهر لمن لبى نداء المرجعية ولداء سيد الشهداء الاهل من ناصر ينصرني فكانوا هم من جمعوا نظموها تلك ذلك السيل العرم الذي جاء من القوات المختلفة الحشود التي جاءت بفتوى السيد السستاني نظموا ذلك السيل فلولا تلك ذلك التنظيم لكان السيل لعله يكون يخرب لانه خوات كثيرة لكن تنظيمها خلال انابيب وسدود وتنظيم فقال صارت مديريات الوية قواطع استخبارات اتصالات وغيرها فكان هذا الانجاز العظيم لهذين الشهيدين والخطط العسكرية والتوفيق الاله الذي الله تبارك وتعالى منحه هؤلاء الصالحين بلا ذلك بلا شك سيكون دمهم بلا شك هو المنتصر ان شاء الله تعالى طيب استاذ حسين محور الاستكبار كان يأمل من هذه الجريمة كسر خط المقاومة وارادة المقاومة لكن كيف انعكست هذه الجريمة باختيال قادة النصر على خط المقاومة هل ما زال بذات الصلابة التي كان بها سابقا بوجود سليماني والمهندس؟ بالنسبة لأهداف التي كان يسعى اليها الادارة الامريكية في العراق هي هداف كبيرة ومشاريع كبيرة ومن افشل هذا المشروح هو الحاج قاسم والمهد المهندس وبالتالي كان مخطط بالعراق ان يبقى تحت الحلال اكثر من ثلاثين سنة لكن بوجود فتوى مباركة من قبل المرجعية الدينية وكذلك التنظيم الكبير في الحاج الشعبي ودعم القوات الامنية قلب الطاولة على الجيش الامريكي وبالتالي اصبحت لدى الادارة الامريكية حالة من الهستيريا وقاموا بهذه الجريمة بهذه الصورة والكيفية امام مرأة ومسمع الناس وامام في مطار بغداد الدولي ارتكبوا هذه الجريمة ظنين انه هذه عقوبة لهؤلاء القادة لما قدموه وفي النهاية يعتقدون انه سوف يكون هناك انتصارا او حققوا او احرزوا انتصارا على محور المقاومة لكن العكس هو تماما هم لا يعلمون انه الاف المتطوعين اكثر من ثلاث مليون متطوع كانوا يرغبون ان يكونوا مشاريع للشهادة خصوصا بعد صدور الفتوى المباركة وان من يقتل منكم سيكون شهيدا هذا نص العبارة التي ذكرها السيد السستاني وبالتالي هناك اندفاع كبير ورغبة ملحة من قبل المتطوعين للذهاب الى جبهات القتال والاستشهاد في تلك المعارك ومن هنا اعتقد انه زاد في وعي وزاد في عقيدة الناس عندما استشهد هؤلاء القادة في هذه الصورة والكيفية وتأكد لهم ان عدوهم هو عدو الهي لا بد من مقاتلته ولا بد من مقاومته ومن هنا اصبح هذا الحالة المعنوية وتحول هؤلاء الشهداء القادة الى رموز دينية يتم يعني ان يكون محل استشهادهم مقصدا ومحجا للشيعة في العراق وكذلك للمقاومين في كل العالم اعتقد سوف تتحول هذه الشعائر الى مجموعة من مراسيم لا تنتهي الا بزوال الاحتلال الامريكي ليس من العراق فقط وانما من المنطقة بصورة عامة واكثر من ذلك قد تكون هذه الدماء الطاهرة سببا بزوال الكيان الصهيوني عن الوجود والاف المتطوعين الذين يرغبون ان تكون نهاية حياتهم مثل نهاية حياة الشهدين العظيمين نعم طيب دعونا ننتقل ونذهب مباشرة الى موقع الجريمة في مطار بغداد الدولي وينضمن مباشرة بصوت والصورة من هناك الزميل علي حبيب اهلا بك علي وارجو ان تحدثنا بداية عن اجواء هذا التجمع وابرز الفعاليات التي اقيمت فيه في موقع الجريمة وابرز الحضور نعم زميل بشار في ليلة باردة اجوائها لكنها جبرى احزان من بغد لن يبرد ليلة استثنائية بكل تفاصيلها في الموقع طريق المطار المتحف كعادته بالمسافرين الا عشية الثالث مكانون الاول حيث يقصر في طهير المعزية التي يمنأه الشهد الكبير والذي يفهم من آخر واضحا فيه يعني اوجه هذه الجمعة المعزية التي حضرت الى هنا الى موقع الجريمة النكراء التي نفذتها الادارة الامريكية السابقة ادارة الرئيس السابق دون عمد ترامب وبالتالي هذه الجمعة وبركم الاجواء الباردة دابت على الحضور الى هذه الفعالية هنا بالقرب من مطار بغداد حيث موقع هذه الجريمة وكان الحضور لافت يعني بشكل كبير جدا ومن شرائح مختلفة هذه الشرائحية يعني من نساء واطفال وايضا يبدو ان هناك خلل بالصوت مع الزميل علي اعود لك شيخ ابو عقيل بالنسبة لما تركه المهندس خصوصا في نفوس ابناء الحجد الشعبي كانت الادارة الامريكية المحور الاستكبار يعني اكبر رغبته بكسر ارادة الحجد في تلك الفترة خصوصا بعد افشال المشروع الامريكي في المنطقة الى اي درجة تعرض يعني الحجد الى حالة انكسار كما كانت تأمل الادارة الامريكية لا بالعكس طبعا الواقع نعم بالنتيجة الحاج ابو مهدي والشهيد قاسم سليماني لهما دور كبير لا ينكر تأثير فقدانهم بلا شك كان مصداقا للحديث الشريف ولو الحديث على العلماء لكن اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلم لا يسدها شيء كذلك الان فقدان الشهيدين ثلم حقيقية ولكن املنا بالله كبير والله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها طيب عذر المقاطع شيخ باقي لكن ايهما على منزل الشهيد ام العالم طبعا نتدري يعني مداد العلماء خير من دماء الشهداء هذا المداد السيد السستاني حفظه الله تعالى ورعاه بعدة كلمات حركت شهداء جيوش من الشهداء بلا شك العلماء لهم المنزل الكبرى عند الله تبارك وتعالى ولكن من نتيجة الشهيد له درجة عند الله كذلك وعند الله هذه الموازين ان شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا في طريقهم في طريق العلماء وفي طريق الشهداء ان شاء الله طيب ماذا عن مكانة العلماء الذين استشهدوا على طريق الحق والمقاومة بلا شك جمعوا هاتين الصفتين الالم والشهادة فهنيئا لهم تلك الدرجة العالية التي حقيقة نحن نفتخر في الحجد الشعبي ان قدمت الحوزة العلمية العدد الكبير من هؤلاء العلماء الفضلاء الذين انبروا للحضور في المعارك ومن اجل ابلاغ عقيدة اهل البيت وعقيدة الاسلام الى المقاتلين والمجاهدين اضافة الى اشتراكهم في العمليات فقدموا العشرات من هؤلاء جزاهم الله خير الجزاء فكانوا مصداقا واضحا لتلبية هذا النداء نداء الفتوى الجهاد الكفائي ووصلوا الى تلك الدرجة العالية فهنيئا لهم ورزقنا الله السير على هداهم ورزقنا الله الشهادة ان شاء الله خاتمة اعمارنا كلنا طيب استاذ حسين قادة النصر الحجد كما ذكرت افشل المشروع الامريكي في المنطقة واكبر رد هو اخراج القوات الامريكية هذا كان مسعى خط المقاومة وكل الوطنيين والاحرار لكن قضية اخراج القوات الامريكية هل يمكن ان يشهدها البلاد بالعيام المقبلة خصوصا اليوم هناك حكومة منبثقة من الاطار التنسيقي الشيعي الذي اغلب جهاته ومكوناته هي من ملتزمة بمحور المقاومة الوجود الامريكي في العراق ما زال يشكل خطر على وحدة وسلامة اراضيه وهذا ما ذكره السيد عادل عبد المهدر رئيس الوزراء السابق قال ان الوجود الامريكي في العراق يشكل خطرا كبيرا على وحدة الاراضي بسبب ان ما زالت الادارة الامريكية تستخدم هذه القوات من اجل اثارة الفتن وتنفيذ المشاريع التي تسعى اليها مشاريع التقسيم مشاريع الهيمنة الاقتصادية مشاريع الهيمنة السياسية هي تريد ان تفرض وصايتها على العراق وبالتالي هي تحاول ان تغطي عن اصل وجودها العسكري وتدعي ان لا وجودة لقواتها القتالية وانما هم مجموعة من المستشارين والمدربين وبالتالي نحن لم نرى اي مدرب في معسكرات التدريب وكذلك لم نرى ونسمع بمستشار امريكي موجود لا في وزارة الداخلية ولا في الدفاع وايضا لا تنسجم وجود هذه القوات العسكرية وهذا التجهيز العسكري بالاسلحة الثقيلة مع وظيفة المدرب او المستشار ومن هنا هم يحاولون ان يرسلوا رسائل خاطئة وكاذبة على ان لا وجودة لبقائهم العسكري وانما هذا يأتي ضمن الاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن واستفادت الادارة الامريكية من هذه الاتفاقية لتطبيق بعض بنودها لصالحها وتنصلت عن كثير من هذه الاتفاقيات التي فيها مصلحة للعراق وهي تحاول ايضا ان تلتفح عن هذه الاتفاقية في نهاية المطاف اصبح الوجود الامريكي يعني منحسر الى حد كبير بسبب الضغوط التي مورست على هذا الوجود اما من خلال القرار البرلماني الذي صدر بضرورة اخراج هذه القوات وايضا الرفض الشعبي وحالة عدم الرغبة بهذه القوات اليوم الملف العراقي ادارة العملية السياسية خرجت من الادارة الامريكية الى الادارة البريطانية بسبب الكراهية لدى الشعب العراقي الاتجاه هذه القوات وايضا تحملها مسؤولية استهداف الشهداء وابرسهم والحاج ابو مهد المهندس والحاج قاسم والدعم الكبير التي قدمت للارهاب الذي قتل الشعب العراقي كل هذا كان بغطاء من قبل الجيش الامريكي هي تحاول ان تبقى على هذه القواعد اللي موجودة في الانبار او في الحرير في قليم كردستان من اجل اهداف هي تعتقد وجودها ضرورة لكن في النهاية هي لا تستطيع ان تتحمل المزيد من الضغوط خصوصا في حال كانت هناك مواجهة وانبرد فصائل مقاومة تستطيع ان تستهدف وتحول هذه القواعد الى اهداف يمكن استهدافها من اماكن بعيدة وبالتالي لا يبقى اي فاعلية او تأثير لهذه القواعد في النهاية سوف تضطر الادارة الامريكية والجيش الامريكي الى سحب قواتها وهي تعرف جيدا انه هي لا تخرج الا تحت وطأة السلاح او وطأة القوة اما القرارات التي صدرت او من خلال التفاهمات او التفاقيات بعيدا عن الضغط العسكري لا اعتقد انها سوف تنسحب بسهولة طيب شيخ ابو عقيل افشل المشروع الامريكي المتمثل بايجاد هذا الكيان الارهابي المتطرف عصابة داعش الارهابية في المنطقة بتضحيات القادة الشهداء وشهداء الحجز الشعبي والمقاومة وابناء القوات الامنية وغيرهم لكن تتوقع وجود مشاريع امريكية غربية استكبارية اخرى في المنطقة في العراق تحديدا وهذه المرة من سيتصدى لها اعتقد جازما ان الجيش الذي سيحقق او سيت يعني هالعمليات اللي تفضلت بها او المؤامرات سوف تكون الحرب الناعمة اولا وقد يكون قضاء العسكرية الاخرى ولكن بلا شك هم جربوا الحرب العسكرية ولم ينجحوا بها ولكنهم لا زالوا يفعلون الحرب الناعمة والتأثير الثقافي على المجتمع وما هذه الهجمة الثقافية وبرامجهم التي يعملون ليلة نهار في افساد المجتمع في تضليل المجتمع في تجهيل المجتمع وبرامجهم من مشاريع ايلب وامثال ايلب الذي يأخذون ابناء الشعب العراقي بحجة التطور ويأخذون فتيات وشباب العراقيين الى امريكا ثلاثة شهر في بيوت العوائل الامريكية لا ادري كيف تكون هذه العوائل العراقية تثق بهذه الطريقة وترسل ابنائها في بعض الاحيان العوائل والعياذ بالله من الشواض لتطبيع هذه الحالة المأساوية الحالة المنحدرة والمنحطة في مجتمعاتنا وهذا بلا شك هو الخطر الاكبر وان شاء الله ان الله لهم بالمرصد والحوزة العلمية والمثقفين وابناء الشعب العراقي وعشائره وغيرتهم ان شاء الله لن تسمح بالوصول الى هذه الاهداف والله تبارك تعالى ان شاء الله هو الذي ينصرنا في هذه الحرب كذلك لكن محاولات حل الحشد الشعبي هل ما زالت مستمرة مقابل تعظم هذا الخطر ووجود حتى الخلايا الداعشية النائمة في بعض المناطق هنا كذلك انا اعتقد جازما هذا الموضوع يعني راح صار فيه من الماضي وفي طي النسيان حل الحشد وغيره لكن الشيء المهم كذلك هو لا سامح الله نخر الحشد من الداخل وهذه ايضا مشكلة حقيقية ينبغي وطبعا اقول مشكلة حقيقية لا اعني انها لا سامح الله اثرت او لا لكننا ينبغي ان نستعد ينبغي كما في الحرب العسكرية استطلاع العدو معرفة جواسيسه معرفة من يمد مثلا الان تدري يصل بعض المخدرات بالمجان الى بعض الناس وما شو ما معناها بالمجان وهي سعرها كذا بالعالم كله هذا من الله مدعوم من هذه الجهات التي تريد نخر المجتمع العراقي ومن ضمن الحشد الشعبي اللي هو دي هو منه تأسس منه هذا الشعب وان شاء الله تعالى نحن والمتصدين وقيادات الحشد الشعبي ان شاء الله يقضين وهناك برامج وهناك متابعات وهناك اجراءات بلا شك ان شاء الله لن يتمكنوا من الوصول الى اهدافهم والخبيثة ان شاء الله تعالى طيب استاذ حسين الحرب الناعمة كما ذكر شيخ ابو عقيل بعد فشل امريكا بحربها العسكرية في المنطقة تجهت للحرب الناعمة منذ سنوات ومستمرة حتى الان هل هذه الحرب هذا الخطوة بحاجة الى الاستمرار بهذه الذكريات او هذه الفعاليات باستذكار القادة الشهداء وهذه الجرم النكراء وغيرها من الجراء بحق الاحرار والوطنيين في العراق والمنطقة مقابل او من اجل مواجهة الحرب الناعمة وغيرها المشاريع الامريكية مستمرة والاوراق كثيرة في جعبة الادارة الامريكية وذكر الشهداء بهذه الطريقة هو نوع من انواع المواجهة والحرب الناعمة استخدام عناصر القوة لدى الشعب العراقي وهي كثيرة ممكن ان تكون سلاح من اسلحة القوة الناعمة مثلا زيارة الاربعين تعتبر قوة كبيرة ونوع من انواع الاسلحة الفتاكة الناعمة لما لها تأثير على النفوس وتغيير الممارسات الخاطئة واعادة الشباب والعوائل الى الطريق الصحيح وربطهم بمثب اهل البيت كل ما كانت الادارة الامريكية ووسائل الاعلام وهي كثيرة بامكانيات كبيرة الماكنة الاعلامية الامريكية كبيرة جدا ومسيطرة على المواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات وبالتالي عندما تأتي على سبيل المثال زيارة الاربعين وزيارات الامة تغير بشكل كبير وتعيد الكثير من الشباب الى جادة الطريق الصحيح هذه مسألة زيارة مسألة الحياء ذكرى الشهداء يعتبر وسيلة من وسائل الحرب الناعمة وبالتالي هي تحاول ان نستعيد الكثير من شبابنا الذين وقعوا تحت تأثير هذه وسائل يعني وسائل الاعلام والذين وقعوا تحت التضليل الاعلامي الكل يعرف عندما انطلقت حركة تشرين نعم انخرط الكثير من الشباب المغرر بهم ووقعوا تحت تأثير الشعارات البراقة الكذابة التي كانت تخفي وراءها اهداف سياسية بعيدا عن اهتمامات الشباب وتطلعاتهم والبحث عن فرص للعمل والكثير من الكلمات الحق التي ورد منها الباطل وبالتالي لاحظنا بعد فترة معينة كيف يعني لاحظنا كيف تشتت هذه تشتت تلك الجموع التي كانت تخرج مطالبة بالكثير من الأخلاقيات والممارسات البعيدة كل البعد عن المجتمع العراقي جاءت وتغيرت بسبب أدوات وقوة الحرب النعمة يجب أن نستفيد من هذه الأدوات التي يملكها الشعب العراقي إما من خلال العادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع العراقي أيضا الارتباط المباشر بالمرجعيات الدينية والحوزات العلمية أيضا الفضائيات الهادفة والفضائيات التي تحمل رسالة صادقة هي في الخط الأول للمواجهة كل هذه أدوات ممكن أن تكون رادع عن المشروع الأمريكي أضو شبكة الهدف للتحليل السياسي الأستاذ حسين الكناني كنت ضيفا كريما شكرا لك وشكرا جزيلا لكم المعاون لداري في معاونيات العمليات للحجد الشعبي الشيخ أبو عقيل الكاظمي كنتم ضيوفا كرام شكرا لكم إذن مشاهدين ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه إذن مشاهدين استمارة الضمان الصحي اليوم ترى النور وتم تحديد الفئات المشمولة في ذلك ومن ضمنهم المسجلين في شبكة الرعاية الاجتماعية حيث سيبدأ المشروع بتنفيذ هذا القرار في الأشهر القليل المقبلة بعد إنهاء التسجيل على الاستمارة الإلكترونية من قبل المشمولين تقرير نوه الشمري حين تمرض وليس بجعبتك ما يسد مبالغ احتياجاتك الصحية فالضمان الصحي سيتكفل ذلك هكذا المفترض أن تعمل به الحكومة المتعاقبة بإعانة المواطنين ممن لا يملكون قوت يومهم فاليوم عزمت وزارة الصحة على إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل على الضمان الصحي ليكون القرار الفريد والأول في العراق يدخل حيز التنفيذ في مراحله الأولى سنبدأ في هذا العام بإطلاق الاستمارة الإلكترونية للتسجيل هناك بحدود 250 إلى 300 ألف مواطن سيتم تسجيلهم لهذه السنة ونعتبر عام 2023 هو التشغيل التجريبي لقانون الضمان الصحي قانون الضمان الصحي وفق تصريح وزير الصحة الدكتور صالح الحصناوي يعمل من أجل حماية المواطن من الإنفاق غير المستطاع على الخدمات الصحية من خلال مشاركة الدولة بنسبة تصل إلى 75% من قيمة الخدمات التي يتلقاها المواطن وكلفتها في القطاع والأجنحة الخاصة التابعة إلى وزارة الصحة وتطبيق قانون الضمان الصحي إن شاء الله أحد أهم منجزات الحكومة سيكون إن شاء الله خلال الأشهر المقبلة واليوم السيد الوزير أعلن أطلاق الاستمارة استمارة التسجيل على قانون الضمان الصحي وإن شاء الله خلال ستة أشهر سوف نبدأ بتقديم الخدمة الصحية للمستفيدين من القانون فحكومة الخدمات للقطاع الصحي اهتماما واضحا لتعيد ثقة المواطن بالخدمات الصحية والعمل على وضع خطط استراتيجية لمعالجة الأزمات التراكمية في هذا القطاع ولعل أبرز أول تلك المعالجات هو الضمان الصحي بملاكات طبية ذات كفاءة جيدة لتقديم ما يحتاجه المريض من تكاريفة ومستلزمات لعلاجه نهى الشمري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا والحديث أكثر عن هذا الملف نراحب سوية بضيفنا الكريم بالصوت وصورة بغداد المتحدث باسم هيئة الضمان الصحي الدكتور إيهاب عبد الكريم خلف أهلا بك دكتور إيهاب وبداية أود أن تحدثنا عن ما هو الضمان الصحي يمكن أغلب العراقيين ما يعرفون شنو الضمان الصحي هل يشبه الأنظمة الصحية العالمية بحياكم الله شكرا جزيلا حقيقة اليوم هو يوم تاريخي بحياة النظام الصحي العراقي باعتبار أنه اليوم هو العطافة مهمة في مسيرة النظام الصحي لما يشهد من تطبيق الضمان الصحي واللي هو الخطوة الأولى بإصلاح النظام الصحي في العراق بتأكيد أنه للضمان الصحي أهداف رئيسية أهمها مثل شفناها بالتقرير تصريح سيد معالي وزير الصحة واللي هو الهدف الرئيسي تقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطن العراقي اليوم المواطن العراقي يتحمل كثير من النفقات الرعاية الصحية والدفع من الجيب الخاص على النفقات بتأكيد رح يقل الأعباء المالية أضف إلى ذلك سيحسن من جودة الخدمات الصحية اليوم الكل يعاني من تردي جودة الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص بالتالي أنه التجارب الدولية اللي فضلت بها حضرتك أنه أغلب التجارب الدولية حتى تصلح أنظمة الصحية انتهجت نهج تطبيق مبدأ الضمان الصحي حتى يقدر يساهم في تصحيح بعض المسارات بالنسبة ل بعض المتغيرات في الأنظمة الصحية مثل ما تعرفون نظام الصحي ويقف على أعمدة مختلفة مثل جودة الخدمات والتمويل الصحي والموارد البشرية والبنى التحتية للمؤسسات فبالتالي الضمان الصحي سيساهم في تصحيح بعض المسارات لهذه الأعمدة الأساسية بالنظام الصحي وبالتالي الذهاب إلى تحقيق الهدف من النظام الصحي ألا وهو التقطيع الصحية الشاملة حدثنا عن آلية تطبيق هذا النظام الصحي هل يعتمد على خدمات مقدمة من قبل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية هل سيعتمد على قطاع خاص وشركات وكوادر أجنبية بالتأكيد أنه سيكون التعامل هذا حتى في مجيب القانون التعامل مع كافة مقدمي الخدمات سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص الأهلي وهذا بالتأكيد أنه كل مؤسسة من المقدمي الخدمات الصحية التي تلبي المتطلبات والمعايير التي تم وضحها هيئة الضمان الصحي تعمل جاهدة على وضع معايير مثل ما قلنا أنه الهدف الرئيسي هو تحقيق جودة الخدمة الصحية وتحسينها فبالتالي تم وضع معايير ومتطلبات لمقدمي الخدمات الصحية من أجل النهوض بمستوى جودة الخدمة فبالتالي كل المؤسسات الحكومية في الأجنحة الخاصة والأهلية في كافة المستشفيات والعيادات والصيدليات والمختبرات كل الوحدات مقدمة الخدمة التي احتاجها المواطن واحتاجها المريض ستكون مشمولة بشبكة مقدمي الخدمات الصحية نعم طيب من هي الفئات المشمولة بهذا النظام بالحقيقة القانون ضمان صحي ويشمل كافة المواطن العراقين لكن بالوقت الحالي مثل ما تعرفون عدد سكان تجاوز الاربعين مليون نسمة وهذا شيء صعب جدا تطبيق مشروع على اربعين مليون دفع واحد فبالتالي الذهاب باتجاه التطبيق التدريجي فراح يكون هناك تطبيق جزئي في بغداد واختيار شرائح مختلفة من بغداد شريحة الموظفين وذويهم تم اختيار تقريبا 150 ألف موظف وذويه من بعض الرئاسات الثلاث ومن بعض الوزارات ومن بعض الجهات الغير مرتبطة وإضافة إلى ذلك 100 ألف من المضمونين المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية إضافة إلى ذلك 10% من هذا الرقم اللي هو الموظفين أو المتقاعدين بالنسبة اختيارية طيب ماذا عن الكسبة؟ الكسبة بالوقت الحالي طبعا هو أيضا مشمولي لكن بالوقت الحالي سيكون فقط لهذه الفئات باعتبار أنه هذه تشغيل تجريبي ومرحلة جزئية وبعدها سيتم إعمام التجربة على الشرائح الباقية وأيضا سيتم إعمام التجربة على المحافظات الباقية هو المشروع بكلموت جديد يعتقد مطبق الضمان الصحي قبل سنوات في وزارة الداخلية وأيضا قبل سنوات أكثر في وزارة النفط راح يكون مشابه لهذا النظام الصحي أو هذا الضمان الصحي عند هذه الوزارات؟ بالتأكيد مختلف مبدئيا أنه الضمان الصحي وهذه جزئية تلابست على الكثير تأمين أو توفير الأمن الصحي النوع الأول اللي هو التأمين الصحي التجاري وهذا اللي توفر شركات تأمين صحية تجارية سواء كان في القطعة الخاصة أو العام هذه مشكلتها أنه الدفع سيكون بمبالغ كبيرة وأيضا من لا يدفع لا يستفيد من الخدمة هذه جزئية والخدمة تقدم على أساس الدفع وهذه تجارية بحتة هذا يمكن يشهد النظام الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية جزء مننا بالضبط جزء مننا في هذا إما النوع الثاني اللي هو التعاضدية صناديق التعاضدية وهذا اللي هي معمول بها مثل ما تفضلت بحضرتك في بعض الوزارات التي مثل وزارة الداخلية وغيرها وهذا اللي هي صناديق أسست بموجب قانون هذه الصناديق هي مجموعة من الموظفين في دائرة معينة في وزارة معينة يتم مساهمة بمبالغ بنسب أو مبالغ مقطوعة من الراتب ويتم جمع هذه الإرادات في هذا الصندوق وبعدها يتم انفاق من هذا الصندوق فقط يتم الانفاق على المستفيدين أو على المحتاجين من المشاركين في هذا الصندوق إما الضمان الصحي فهو أتى بمبدأ الضمان الصحي الاجتماعي التكافلي وهذا اللي بدوره رح يحقق مبدأ التكافلي الاجتماعي باعتبار أن المساهمة رح تكون من القادرين من بعض الموظفين رح يكون مساهمة في الصندوق إضافة إلى ذلك المساهمة الأكبر ستكون من الدولة أيضا في الصندوق طيب من أجل الدعم الغير قادر يعني مثلا الشبكة الرعاية الاجتماعية رح يساهم في الصندوق رح يستفيد من الخدمات ويشترك لكن هو رح يكون مع فيه من الدفع فبالتالي مبدأ الضمان الصحي سيغطي وسيشمل أغلب الأنظمة الأخرى وسيلغيها بالتأكيد يلغي مثلا الصناديق فبالتالي هو باتجاه تحقيق مبدأ الضمان الصحي الاجتماعي التكافلي طيب بالنسبة للفئات المشمولة الاستمارة كيف يتم التسجيل عليها من قبل الفئات المشمولة نعم اليوم تم الإعلان عن الاستمارة الإلكترونية وهذه جهود الأخوة في هيئة الضمان الصحي الفرق التي عملت بالتعاون مع الأمان العام للمنزل الوزراء مركز البيانات الوطني وتم إعداد الاستمارة الإلكترونية من أجل التسجيل بالمرحلة الأولى اللي هي الموظفين اللي تم تحديد الجهات والإعلان عنها إضافة إلى ذلك المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية جار العمل على أن تكون المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ممكن أن تكون قاعدة البيانات مكتملة لدى وزارة العمل فعلى أكثر رح يكون أنه مباشرة يتم نقل هذه البيانات إلى قاعدة المعلومات للاستمارة الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول إلى الاستمارة والتسجيل على الأكثر رح يتم العمل بهذا الموضوع مجرد أنه التحديثات يتم من بعض المواطنين وأخذ البصمة البيومترية وغيرها من أجل أصدار بطاقة الضمان الصحي أيضا موضوعة الموظفين جار العمل على التنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن ويوجد أيضا هاتف مجاني بالإمكان الاتصال عليه ويوجد مركز الرد على الاستفسارات لمن يعاني أو لمن تواجه مشاكل عند ملء الاستمارة الإلكترونية وهذا أيضا بالتنسيق مع الأخوة في الأمان العام المسؤولة وزراء مركز البيانات للإجابة على الاستفسارات وتقديم الدعم الفني والتقني في هذا الشأن نعم طيب سؤال أخير وأجابة مختصرة راح تكفي المراكز الصحية المستشفيات الموجودة وهي تعاني من نقص كبير بالمنى التحتية بالوقت الحلو لذلك هو هذا السبب اللي جعل هيئة الضمان الصحي ورؤية سيد معالي وزير الصحة متمثلة كون رئيس مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي ورؤية مجلس إدارة الضمان الصحي باتجاه التطبيق الجزئي على اعتبار أنه حتى تنضج البنى التحتية وتكون مؤهلة بشكل كامل لتطبيق الضمان الصحي فبالتأكيد بالوقت الحالي هي كافية على اعتبار أنه الفئة المسادفة تقريبا 300 ألف مضمون فبالإمكان أنه تقديم هذا الشيء مثلا بالمستشفيات الحكومية الأجنحة الخاصة منها والمستشفيات الأهلية إضافة إلى ممكن أن تتوسع في سبيل أنه نحقق ونأهل البنى التحتية سواء كان في القطع الخاص أو في القطع العام الشكر جزي لكم المتحدث الرسمي باسم هيئة الضمان الصحية دكتور يهاب عبد الكريم خلف كنت ضيفا كريما شكرا لكم دكتور والشكر جزي لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصادنا آخر